على من تجب الزكاة هل تجب على أشخاص معينة بحد ذاتهم أم في اختلافها طيب هناك نوعان نحن بصدد الكلام عنهما اليوم عندنا زكاة المال وزكاة الفطر زكاة المال موجودة ولكنها تكون على ما يملك الإنسان على المال لكن زكاة الفطر إنما هي على الأشخاص هذا فرق يعني زكاة المال تكون على ما يملكه الإنسان أما زكاة الفطر إنما تكون على الشخص نفسه طيب زكاة الفطر تجب على الشخص بغض النظهر عما يملك من أموال طالما أنه يملك كوت يومه عند ما يكفيه من طعام وشراب وفائض عن يوم واحد هذا تجب عليه زكاة الفطر لكن زكاة المال تجب طبعا على كل مسلم بالغ عاقل كما تجب كذلك زكاة الفطر لكن يشترط أن المال يبلغ نصاب يبلغ حد معين حتى تجب فيه الزكاة ويشترط في هذا المال كذلك أن تحول عليه السنة يعني يحول عليه الحل ديات سنة هجرية كاملة ليبدأ بعدها النصاب وإخراج الزكاة من هنا سأتطرق إلى سؤال آخر في من هو الفقير التي تجب عليه الزكاة يعني أنت حضرتك قلت الزكاة زكاة الفطر عندك ما يؤتي ليك أكل الغد تطلع الزكاة طيب أنا عاوز أفرق نعم عاوز أفرق الفقير الفقير اللي تجب عليه الزكاة حقا الفقير الفقير الذي تجب عليه الزكاة هو ما لا يجد قوت يومه يعني ما عندهوش طعام يكفيه ليومه ما عندهوش شراب يكفيه ليومه فهو ده الفقير تمام واختلف قديما وديت يعني مسألة في الفقه أيهما أشد حاجة الفقير ولا المسكين يعني حتى في القرآن الكريم فرق القرآن الكريم بينهم وكان بعض الناس ألوا الفقراء لأن الله ذكرهم أولا ثم بعد ذلك المساكين وإن كان المساكين قد عنده بعض الملك ولكنه يسير زي ما ربنا قال كده أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني دول مساكين بس عندهم سفينة يعني عندهم نوع من أنواع الملك تمام ولكن أنا عند الأصناف السمانية الذين تجب عليهم أو يعني تخرج لهم الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تمام هذه أصناف سمانية تمام تخرج لهم الزكاة سواء زكاة فطر أو زكاة مي نعم نعم وديتها نتطرك لها يعني لكن الفقير هو أشدهم حاجة الفقير هو أشدهم حاجة هو أشدهم طلب للمال وأكسرهم احتياجا لهذا المال فلذلك كان الفقير دائما في المقدمة حتى أن الفقير الذي لا يجد كوتا يومه تمام كيف به أن يهنأ بعيش وكيف به أن يرتاح وكيف به أن يكفي ما يسد به جوعه وعطشه لنفسه أو لأولاده وإن قلنا أن الآن لا يوجد مثلا فقير عنده كوت يومه بل عنده زيادة يعني المسألة هي مشألة أنه تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أصبحت العملية نسبية نوعا ما الفقير هذا حتى أن القرآن الكريم أمرنا بالبحث عن نوع من الفقراء يحسبهم الجاهل وأغنياء تمام يعني قد يظهر من هيئته متعففين من طلب المسألة يتعفف ولا يطلب ولا يصرح بحاجته بل إن كان حتى يجدي ذلك إشارة في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء شفت القرآن نصهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة يعني دائما من لا يسألون الناس الحافة هذا نوع أمرنا الله بالبحث عنه أما هناك من الناس من يسألون ومن يطلبون وهناك بعض المذاهب الذي تقول أن الشائل والمحتاج والفقير إذا طلب وسأل ومد يده فينبغي إعطاءه من هذا المال الذي هو حق للشائل والمحروم